ارهاب المستوطنين يتصاعد في الاراضي الفلسطينية جرائم تدفيع الثمن لم تستثني بشرا او حجرا واسفرت عن ارتقاء شهيد ومئات الاصابات وفي ظل هذا الترهيب تهديد ووعيد بتصعيد اضافي وكل ذلك يحدث في الوقت الذي تعلو فيه اصوات اصحاب الفكر الكهاني المتطرف الجالسين في حكومة نتنياهو حكومة اقصى اليمين اما في المعارضة فتبرز الاصوات التي تصف المشهد بالارهاب اليهودي والجماهير العربية تخرج بعددا من المظاهرات في مناطق مختلفة في البلاد ردا على جرائم المستوطنين في حوارة اهلا بكم انتم مع ساعة جديدة من فانوراما هذا اليوم اجملها اصحاب القادم في رقب بال dispسع للجول اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد نظم حرك نقف معا اليوم وقفات طوارئ عربية يهودية في عددا من المدن والمناطق في مختلف انحاء البلاد منها مدينة حيفا تل ابيب رسبع القدس وغيرها وذلك في رد على اعمال التخريب وتدفيع الثمن التي شنها المستوطنون مساء امس على بلدة حوارة وتأتي هذه التظاهرات تحت عنوان حكومة المستوطنين تشعل النيران في البلاد مباشرة الى الميدان ومدينة تل ابيب حيث تنضم الي الزميلة رماح مفيد من هناك مساء الخير رماح اهلا بك كيف تبدو صورة الوضع في هذه التظاهرة المنددة بارهاب المستوطنين نعم عفاف مساء الخير لك ولجميع المشاهدين نحن هنا في مركز مدينة تل ابيب قبل كل شيء اريدك ان تشاهد هذه الصور عفاف انتي والمشاهدين التي يتم بها بعنف كبير جدا اخراج حراق ضقف معا وعشرات الحركات اليسارية في اسرائيل التي خرجت اليوم للتظاهر احتجاجا على عنف وارهاب المستوطنين الذي تم في مدينة حوارة ونحن نشاهد ان هنا الشرطة تخرج عشرات المتظاهرين الذين رفضوا اخلاء الشارع هناك لديهم رسالة بان ما يحدث ان المستوطنون يقومون بمحاولة حرق هذه الدولة من خلال الاستمرار في الارهاب والتصعيد في ارهابهم وصمت الجيش بلو حمايته لهؤلاء المستوطنين امام صمت ايضا السياسيين وزير الامن القومي تماري بن كبير الذي احتاج 16 ساعة ليخرج هو الذي معروف انه يوصل دائما الى مراكز الاحداث في الدقائق الاولى 16 ساعة حتى وصل وقال كلمة يجب ان لا نأخذ القانون بايدنا هذه هي صورة من يعترض على سياسة الارهاب سياسة المستوطنين يقمع بقوات كبيرة من الشرطة يقمع ويمنع من ابسط الحقوق وهي التظاهر وقول رسالته الاولى وهي بان ما يحدث هنا هو ارهاب وديكتاتورية مستوطنين ضعف حكومة بن يمين نتالياهو هذه هي الصورة من وسط مدينة تل ابيب عشرات النشطاء اليساريون عربا ويهودا يحاصرون بقبل الشرطة عفاف يمنعون من الاستمرار في الاحتجاج بعد ان قاموا باغلاق الشوارع الشرطة تتعامل بعنف كبير هناك توجيهات كما يبدو نرى هنا الضابط يطلب من الشرطيين ان يتعاملوا الان بعنف اكبر مع المتظاهرين ان يخلوهم بطريقة اسرع واقوى وهذا هدوء الذي تشاهدونه الان يأتي بعد تعليمات بانهم يجب ان تخرجوهم رماح يعني يجب ان تخرجوهم ولكن يجب ان نسجل عفاف ان ان نشطاء سجلوا موقف قوي جدا وكبير بانهم اعتصموا على الارد تشابكوا بالايدي وهذه الصورة صور انتقطناها قد تعرضونها فيما بعد اعتصموا على الايدي وكلما كانت الشرطة تقوم باخلائهم من الشارع كانوا يعودونها من جديد ولكن الشرطة ايضا عفاف لم تتعامل بطريقة مناسبة مع المتظاهرات النساء وهنا للحديث عفاف تنضم مع المديرة المشاركة للحراك نقف معا الاستاذ رولا مساء الخير مساء الخير مساء النور هذه الصور تبدو صعبة خاصة ان من يتعرض للاعتقال والضرب هم من مشطاء حراك نقف معا كيف ترين ذلك عفوا منك نشاهد عفاف نستمر مع هذه الصورة ابقي معي من فضلك نشاهد هذه الصورة عفاف التي تقوم بها الشرطة بدافع المتظاهرين باعتقال من يرفض الخروج من الاعتصام ودفعهم الى الاعلى في محاولة لتفرقة تجمعهم نرى ايضا عفاف باللافتات حياة الفلسطينيين مهمة في اشارة طبعا لأعداد الفلسطينيين الذين حاولوا حرق بيوتهم في الامس في مدينة حوارة ترين ايضا العلم الفلسطيني في هذه التظاهرة الذي يحاول تماربا كبير منعه وجعل رفعه مخالفة قانونية هذا ايضا تدافع اخر تمركز الشرطيين على بعض النشطاء لمنعهم من الاتحاد ودفعهم لتفريقهم هذا ما يحدث الان انهم يقومون بتفرقة المتظاهرين تفرقة اي تجمع ومحاسرة من يلون به شخصية قيادية على الاقل هذا ما الاحظه كل من يبدو بانه قيادية يتم دفعه بالقوة واخراجه من مركز الشارع الشرطة تطلب منها ايضا الخروج من مركز الشارع بهدف فتحه امام حركة المرور المتظاهرون يحتفون بكلمة هذا عار ايضا لولا تتعرض لدفع من اشرطيين عفاق وحاول وسط ما يحدث ان اعود للحديث مع لولا ارجو ان تكوني تسمعيني الان والان عفاف انا مع اوكي ومع رولا رولا اريد ان يطلب مني ويدفعني بقوة الشرطي بان يجب ان اقف هنا على حافة الرصيف رولا كيف تشعريني وانت ترينا نشطة حركة نقف معا والحركات الاخرى يدفعون بهذه الطريقة مرحبا شكرا ان اتوجدتكم معنا اليوم المظاهرة كان فيها الاف الاشخاص اللي وسطت اليوم من عدة حركات فيها عرب وفيها يهود الهدف منها انو نحكي عن اللي صار مبرح بحوارة نحكي عمليا للحكومة لحكومة المستوطنين اللي عم بتعطي الحرية الكاملة اللي قلها ان يعملوا اش مابدن في الضفة المناظر اللي احنا عم نشوفها اليوم للأسف مش جديدة علينا ولكن هادا النوع من العنف اللي بمرسو فقط على النشاطاء اللي بيجوا بمظاهرة عشان يحكوا عن الوضع الموجود في الضفة هو عمليا للأسف بخجل احكي بخجل احكي عن عن العنف حاليا النشاطاء انا متواجدين كمان هون كمان اقتل في اكتر المحل اليوم المظاهرات كانت مش بس متلقبيب كانت بحيفة بالقوتس بالخوبوت بالنستيون بالناصري كتير ناس لقد عشوالها تتظاهر لأشان الاشي اللي صار مبارح اللي خلاله مستوطنين بكل بساطة استولوا على المحل ولعوا النار الاشي اللي عملوه هو اشي غير مقبول وهذا اشي اللي عملوه بدعم من الحكومة اللي موجودة اليوم اللي هي ذاتها حكومة مستوطنين احنا طلعنا اليوم نتظاهر ضربونا اعتقلونا مش مهم اليوم متظهرين بكرة متظهرين اخر الأسبوع متظهرين وين ما كانوا كيف ما لازم راح نتظهر لانه هاي الموقف الحالي اللي احنا وصناه له اليوم هو وضع اللي بطل يقدر بطل يحتمل قبل كان الجيش يمارس هاي التعديات على الفلسطين اليوم الجيش بيحمي مستوطنين اللي بفوتوا يتعدوا على الفلسطين واحنا هون هاي الالاف اللي وصلت اليوم عشان تحكي صوت واحد انه هذا الوضع بنفعش يستمر وانه هون فيه صوت معارض لكل اشياء اللي عم بتصير صوت اللي بطالب انه ننهي الاحتلال ننهي الاحتلال نوصل لسلاب اسرائيلي فلسطيني ما يحدث ان المتظاهرين يقولون عار عار هذا بصوت واحد ومتوحد ولكن ريلا يعني هذه القوى من الشرطة لم نشاهدها بالامس تحاول منع المستوطنين من احراق المنازل في حوارها كيف تفسرين ذلك؟ فسادة انه نحكي على النظام النظام كل سواء سجان الحكومة او الشرطة تشتغلش صالحنا تشتغل صالح منظومة معينة اللي هي منظومة مستوطنين ومنظومة احتلال ولكن بالرغم من كل هذا احنا منطلع عن التظاهر ونكمل نطلع عن التظاهر سواء اذا كان هنا اي محل ثاني هل هناك برامج معروفة للتظاهرات التي تتحدثين عنها؟ اليوم احنا طلعنا ب13 محل تظاهرنا اليوم الجمعة في عنا كمان تخطيطار لحوارة موضرش احكي هنا حاليا ان الوضع كمان شوي مشحون ولكن تابعونا هل تشعرين بان حركات السلام مراقبة وانها يتم التقييد عليها؟ اكيد مليون بالمئة تقدر تشوف اللي عم بيصير هون عملية نتعدوا على نشطاء نشطاء ما عملوش اشي احنا طلعنا نتظاهر حقنا نتظاهر مرحلة معينة قالوا خلاص بكفل فبيرشوا يعتدوا علينا هل تعتقدين بان العنف الذي مورس على النشطاء هو اكبر من المقبول في مثل تظاهر سلمية ترفع فيها الاعلام الفلسطينية ترفع بها لافتاة تطالب بحق الفلسطيني هل تعتقدين ان العنف الذي مورس على النشطاء اكبر من الذي تحتمله هذه التظاهر السلمية اه طبعا ما فيش مصرش بقالي ايش اللي هو غير سلمي طلعنا ظهرنا مشينا بالشارع مع شعرات بشكل جدا منتظم سكرنا المفرق صح بسكرنا المفرق بوافقة الشرطة اللي هني عم بيعملوه حاليا هو مجرد عنف عشان يفرجونا مين زي ما بقولوا صاحب البيت هون وبالرغم من كل هذا احنا بعدنا هون اذا هل هناك حالات اعتقال ام كل ما يحدث هو حاليا حاليا ما عارفش اذا فيه حالات اعتقال كمان شوي منعبف ولكن فيه شخصان اللي تم التعدي عليهم من اشخاص عمليا مارة سواء كان فيه واطنين يمينيين مواطنين يمينيين ولكن كمان شوي منعبنا نعرف اذا فيه معتقالين طبعا شفت العنف اعتقد صورت العنف اللي كان هون يولا داود المديرة المشاركة في حراق نقف معا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اذا عفا فهذه هي طبيعة الصورة هنا في مدينة تل ابيب اعود لانقل لكم ايضا الصور نحن تم جمع المتظاهرين على حافة الرصيف منعهم من الخروج الى الشارع لذا تجدون ان نحن محاطون بالعشرات والمئات منهم الهتفات مستمر عفاف بان حياة الفلسطينيين مهمة بان ارهاب المستوطنون مرفوض ولكن من الملفت هو كميات الشرطة التي تتعامل مع متظاهرين سلميين كما نرى كل ما يحملونه هو هي لافتات هي العلم الفلسطيني هي هتفات يقولون بها وينادون برفض ارهاب المستوطنين انتبه محمد هناك حالة تدافع خلفك الشرطة تقوم بدفع المتظاهرين وقمت بتوجيه فقط المصور هنا مشهد اخر الشرطة تحاول ارغام المتظاهرين على الخروج من على الخروج من هذه المنطقة انظري الى الشارع من سيطر عليه الان هي سيارات الشرطة وجمع المتظاهرون هنا واضح ان الاوضاع اخذ بالتوتر اكثر نعم هي حالة توتر انا اسمع الشرطيين عفاف يقومون بالقائد قائدهم يقوم بتوجيههم بان يقوموا بالتشابق بالايدي كما تشاهدين لدفع كتف الى جانب كتف والبدء في السير هذا ما يقوله قائد الكتيبة او قائد مجموعة الشرطيين هنا تشابقوا بالايدي وابدأوا في دفع المتظاهرين الى الاعلى يعني هم لا يحتملون المتظاهرين حتى وهم يقفون على حافة الرسيف وحتى بعد ان وضعت السيارات الشرطيين في الشارع نرى حالة غضب ايضا عفاف عفاف المتظاهرون هنا في حالة غضب في النهاية عفاف ما يثير مخاوف هؤلاء المتظاهرين هنا اسرائيليون وعرب هو بان ارهاب المستوطنين سيصل في نهاية المطاف الى مركز اسرائيل محاولة السيطرة على حياة المدنيين هنا وفرض نظام ديني اذا ما تمكن هذا ما يقوله على الاقل المتظاهرون اذا ما تمكن هنا حالة اعتقال ايضا هذه حالة اعتقال لناشط يرتدي اذا هناك اعتقالات رماح وكما نرى ايضا عبر الشاشة فعليا هناك توتر واضح في هذه المظاهرة رماح هل بالامكان القول ان فعليا الاشتباكات كما نرى على الاقل المظاهرة كانت سلمية من طرف المتظاهرين ما الذي كان كفيل بهذه الاشتباكات واعتداء رجال الشرطة عليهم لا شيء الشرطة قررت ان الوقت الذي منحته للمتظاهرين كافا وان عليهم الآن الذهاب الى البيت اخلاء مفارق الطرق اخلاء الشارع والذهاب الى البيت رغم ان الحركات عشرات الحركات السلمية قامت بالتنصيق المسبق لهذه التظاهرة والستة عشر تظاهرة الاخرى التي تمت في بلاد مختلفة كما ذكرت لنا رولا داود مديرة مشاركة في حركة نقف معا ولكن هو قرار الشرطيين هنا وهذا ما نقول عنه عفاف عندما نتحدث عن ان رئيس الامن القومي هو اتمار بن كبير الذي يعني يفرد سياستهم من الواضح انه يفرد سياستهم من الواضح نفاذ صبر الشرطيين حيال المتظاهرين هنا رغم اننا ذكرنا مرارا وتكرارا منذ هذه التغطية ان ما قام به المتظاهرون هنا رفع الافتات هتافات ورفع العالم الفلسطيني وحاول المتظاهرون منعهم من اخلائهم من الشارع من خلال التشابك اذا هذه هي صورة الوضع المتكررة هنا في هذه اللحظات عفاف نشكرك جزيل الشكر رماح توخو الحذر سنعود اليك في نافذة اضافية اذا هذه صورة الوضع من هذه التظاهرة في تل ابيب قمع للتظاهرة واعتداءات على المتظاهرين وعلى ما يبدو ايضا كما شاهدنا في بث مباشر الحديث عن اعتقالات سنعود في نافذة اخرى ايضا لكافة التطورات مع الزميلة رماح مفيد والان من تل ابيب الى جنوبي البلاد وينضم الي الزميل مراسلنا ياسر العقبي ياسر كيف تصف حجم المشاركة صورة الوضع ايضا من هذه التظاهرة في مدينة بئر السبع نعم مساء الخير عفاف لك ولكافة السادة المشاهدين نحن هنا في بئر السبع وتحديدا بالقرب من مركز المعلمين الواقع بين مستشفى سوروكا بئر السبع والجامعة بنغوريون على يسارنا العشرات من المتظاهرين وصلوا الى هذا المكان وبدأوا طبعا بالاحتجاج ضد احداث حوارة ضد الحكومة اليمينية المتطرفة وضد الحروب بصورة عامة كان هناك لفتة من العرب واليهود الذين شاركوا من منظمات المجتمع المدني الذين وصلوا الى هنا طبعا ورفعوا صوتهم عاليا ضد ما اسموه المحرقة التي وقعت في منطقة حوارة وبالذات في منطقة نابلس بالامس الصوت واضح الصوت قوي جدا الصوت هو انه هذه الحكومة فاشية تؤدي الجميع الى التالكة وبالتالي علينا ان نقف قبلتها ونوقفها كان هناك عدد من المتظاهرين الذين رفعوا الاعلام الفلسطينية ولكن الشرطة منعت ذلك سنتحدث عن ذلك بعد قليل اولا سنبدأ مع المحامي والناشط الحقوقي شهده بن بري سبب وجودك هنا اليوم عادي في ظل ما يحدث من هجوم على شعبنا العربي الفلسطيني وعلى الناس الامنين وعلى ضوء ما تقترفه هذه الحكومة من جرائم منذ بداية هذا العام ضد ابناء شعبنا يعني قتل اكثر مما قتل في ليلة البلور في المانيا نحن نشبه ما يحدث بليلة البلور لا انها ليلة البلور مضاعفة ويعني اكبر تضربها في ثلاثة واربعة كمان ونحن هنا نحتاج نرفع صوت مستنكر ومساند لابناء شعبنا الذين يرزحون تحت الاحتلال ونساند ابناء شعبنا هنا نحن الذين نرزح ايضا تحت العنصرية والديكتاتورية والفاشية في هذه البلاد كان هناك يعني نقاش لك مع شرطي مع ضابط شرطة بكل ما يتعلق بقضية رفع العالم الفلسطيني ماذا قلت له؟ يعني اردت ان اوضح له بان هذه رفع العالم الفلسطيني هو امر عادي قانوني لا ينافي القانون وانه علم لشعب زي ما هم بيرفع العالم الاسرائيلي يحق لابن الشعب الفلسطيني ان يرفع العالم الفلسطيني فهو اراد تحرير نوع من المخالفة ويقول انك تعرق العملي كشرطي وفي نهاية المطاف اريد ان احيي تلك المواطنة اليهودية التي قامت برفع العالم وفي النهاية رأينا ان السرطة قد يعني اخذته منها وانتقلت به بعيدا نعم اشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي شهدي بن بري حقيقة هذه هي المواطنة التي رفعت العالم الفلسطيني الذي يعني يلازمها منذ عشر سنوات يعייר רונן דגל פלסטין מלווה אותך זה עשר שנים בהפגנות כן זה דגל פלסטין על בריסטול כמו זה שבאמצע שלו כתוב פרי פלסטיין מה עשו לך השוטרים בעצם? השוטר אמר לי שאני לא יכולה להרים את השלט בגלל שזה יכול לגרום טריגר למישהו שנוסע בכביש ויגרום לו לעשות טעונה אני הסברתי לו שזה עדיין חוקי עדיין חוקי במדינת ישראל להרים דגל פלסטין והסברתי לו שעצם זה שאני לסבית יכול לגרום למישהו שנוסע בכביש טריגר למשל למישהו דתי ויכול לגרום לו לעשות טעונה ושאלתי אותו אם גם אני צריכה להיעלם מהרחוב לא הייתה לו תשובה על זה למה אתם כאן היום? אני כאן כי אני מקווה שיותר ויותר אנשים שיוצאים היום למחות על הדמוקרטיה במדינת ישראל יבינו שלא ניתן להפריד בין מה שקורה בשטחים בין מה שקרה בחווארה לבין מה שקורה בכנסת בירושלים לבין הסכנה לדמוקרטיה ליהודים היום זה הכל אותו סיפור אין דבר כזה דמוקרטיה לחלק כי אם יש דמוקרטיה לחלק החלק הזה הולך ומצטמצם או שיש שוויון לכולם או שאין לאף אחד אוקיי תدربה לאכ יאيل رونين هي مواطنة من مدينة بير السبع تحدثت سألتها حول النقاش الذي كان بينها وبين الشرطي ضابط الشرطة فقال لها أنها كان من الممكن بسبب هذا العلم أن يقوم أحد الأشخاص من الشارع الرئيسي بدهسها وقالت له أن هذا العلم علم قانوني علم غير ليس يعني لا يعارض القانون وبالتالي سألتها أيضا لماذا أنت هنا قالت لها أنه ما يحصل ما حصل في حوارة وما حصل مع المستوطنين أنا أرفع هذا العلم منذ عشر سنوات في كل مظاهرة أشارك فيها Free Palestine الحرية لفلسطين وبالتالي أنا آسفة وحزينة قالت لي قبل ذلك أيضا في حديث سابق لنا أنا آسفة وحزينة على أنهم أخذوا هذا العلم مني الذي يلازمني منذ عشر سنوات العشرات من المواطنين هنا في مدينة بير السبع يعني يواصلون احتجاجهم على ما حدث في حوارة بالذات في حوارة ولكن أيضا في منطقة نابلس في قرى نابلس عامة ليلة الحرق وليلة القتل وليلة الإصابات وليلة الاعتداءات 300 اعتداء في منطقة حوارة ونطلب من مصورنا ممدوح أبو عجاج أن يعطي أيضا بعض الوجوه هنا من هذه المظاهرة طبعا هناك بعض اللافتات التي تقول العرب واليهود هم يريدون أن يعيشوا معا ولا ضد العنصرية وضد القتل وضد الحروب وفي هذه الأثناء طبعا بعد أن تم مصادرة العالم الفلسطيني هو العالم الذي أثر كثيرا على رجال الشرطة وحتى أنهم ابتعدوا قليلا بعد أن أخذوا ما أخذوه بالنسبة لهم انتهت قضيتهم وانتهت مسألة وجودهم هنا نعم فبعد أن صادروا العالم الفلسطيني غادروا المكان ياسر سمعنا أيضا الناشطة يعال في حديثها معك تقول لا يمكن أن نفصل بين الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية في حوارة وبين ما يحدث في الكنيسة وفي الدولة هل يعني فعليا هذا هو الصوت الذي تسمع أيضا إن كان من الهتفات أو من اللافتات التي ترفع في بئر السبع في هذه الأتناء نعم عفاف الضجة هنا شديدة جدا ولذلك أنا أسمعك أعتقد أنك تحدثني عن تصريحاتها بكل ما يتعلق بقضية أنه لا يمكن الفصل بينما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبين ما يحصل داخل الكنيسة داخل أروقة الكنيسة هذا هذا هو يعني المبدأ الذي يرافق أيضا المحتجون أيام السبت مساء السبت كل مساء السبت الذين نتواجد هنا ونرافقهم منذ ستة أسابيع في مدينة بئر السبع يعني هم بدأوا رحلتهم مع الاحتجاج بعد أسبوعين من بدايتها في منطقة القدس ومنطقة تل أبيب وبالتالي هو هذا الصوت الواضح جدا لا يمكن أبدا يعني هو صوت جديد أيضا كان أو استحدث بصورة قوية أكثر بعد أحداث حوارة والهجمة الفاشية للمستوطنين على حوارة على منطقة حوارة والقرى المجاورة لها كان هناك أصوات كثيرة جدا وتبعت اليوم شبكات التواصل الاجتماعي خاصة في تويتر الذي يعني يجمع العديد من الوزراء وأعضاء الكنيسة وحتى الصحفيين والإعلاميين الإسرائيليين قالوا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن ديمقراطية وعن الدكتاتورية في دولة إسرائيل طالما نحن لا نتحدث عن الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا هو الصوت الجديد القوي وأعتقد أن هذا الصوت سيكون له وقع أيضا في الأيام القريبة القادمة أيضا أيام السبت يوم السبت القادم وكذلك خلال الاحتجاجات التي ستجرى خلال هذا الأسبوع على خلفية ما جرى في حوارة هذا الصوت حاول المركز أو حاول اليسار أن يسكته في الأيام الأخيرة وفي الأسبوع الأخيرة من أجل أن يجمع أكبر عدد ممكن من اليمين ومن المركز إلى جانبهم ولكنهم يعرفون جيدا اليوم أنهم إذا سكتوا عن الاحتلال فأنهم سيسكتون عن الديمقراطية وسيحولون إسرائيل بالفعل ليست دكتاتورية ضد العرب في حزب إنما أيضا ضد اليسار والمركز الإسرائيلي وهذا ما سمعناه أيضا من الناشطة يعيل رونين وأيضا من سيد شحدة بن بري خلال حديثك معهم جزيلة شكر لك مراسلنا الزميل ياسر العقبي كنت معنا من مدينة بئر السبع حيث تقام أيضا هذه التظاهرة والآن إلى مدينة حيفا وإلى الزميل مجدنيال الذي شارك في المظاهرة التي أقيمت في المدينة ورصد لنا صورة الوضع من هناك نعم مساء الخير عفاف لك ولكافة المشاهدين يعني في أعقاب الاعتداءات السافرة للمستوطنين في الضفة الغربية على بلدة حورة وإحراقهم لعدة منازل ومركبات لفلسطينيين عزل وهذه الاعتداءات التي خلفت قطيل ومئة جريح يعني اليوم تم تنظيم عدة وقفات احتجاجية ومظاهرات في عدة مدن وبلدات عربية ويهودية من يعني عدة جهات وأحزاب وجمعيات أيضا عربية ويهودية وهنا في مدينة حيفا تقام هذه المظاهرة من خلف يشارك بها يعني العشرات يعني لربما حوالي المائتين شخص يشاركون في هذه المظاهرة عربا ويهودا يهتفون ضد الاحتلال وضد ممارسات المستوطنين الإرهابية ومعنى للمزيد حول هذه المظاهرات وحول ما حدث بالأمس في حوارة ريم حزان وهي سكرتيرة الحزب الشيوع في حيفا أهلا وسهلا بك ريم إذن بداية كيف تم التنظيم والدعوة لهذه المظاهرة وما هي الرسالة الأبرز التي تخرج من هنا الرسالة الأبرز هي أنه يعني لا يمكن الاستمرار بهذا الاحتلال يعني هذا موضوع مش جديد علينا لكن لا يمكن الاستمرار مع الاحتلال لا يمكن الاستمرار مع القمع لا يمكن الاستمرار مع الجرائم اليومية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني واليوم عقلية الاحتلال وممارسات الاحتلال بينغفر ويس موترش هن اللي قاعدين يسلنوا قوانين هن اللي قاعدين بالكنسة عم بتحكموا في الشرطة وشوي شوي عمالنا نشوف هذا الموضوع عماله يسود أكثر داخل البلاد في عقاب ما حدث بالأمس في حوارة واعتداء أكثر من 500 مستوطن على المواطنين الفلسطينيين العزل شهدنا إدانات ولكن من قبل الحكومة كان هناك تلك ولربما رأينا سموتريتش يضع لايك لأحد البوستات التي تدعم هذه الاعتداءات وتطالب بمحو البلدة حوارة الكامل كيف تنظرين إلى هذه الإدانات وأيضا إلى موقف الحكومة هذه ليست إدانات هذه ضريبة ضريبة فقط لأدام العالم ضريبة فقط لأنه يحاول يبعد تهمة إرهابي عنه لكن نحن كلنا نعرف سموتريتش وشو بفكر من أي فكر جاي من أي ايديولوجية جاي هذه الإدانات ليست حقيقية اللي بده يدين بنهي الاحتلال اللي بده يدين بيطلع المستوطنين الزعران والمجرمين من الضفة الغربية نعم إذا تحدثنا عن معسكر اليسار والمركز والذي يقول بأنه معسكر اليسار والمركز والذي يتظاهر كل يوم سبت إن كان فيه هنا في حيفا وأيضا في تل أبيب ضد الإنقلاب على الديمقراطية والإنقلاب على الجهاز القضائي ولكن لا يأتي بأعداد كبيرة ليشارك في المظاهرات ضد الاحتلال ماذا تقولين لهؤلاء المحتجين وهذا المعسكر؟ يعني برأيي هذا هو اليسار الوحيد اللي موجود في هذه البلاد يعني الموضوع مش يسار ويمين بقلب الاحتجاج العام احتجاج المينستريم ماذا أقول لهم؟ يعني ما فيش ديمقراطية مع احتلال يعني كل المساعي لتقويم ولا لا تصحيح ما يمكن تصحيحه برأيهن هو سيبق بالفشل لأنه يعني لا يمكن هذا الاحتجاج لا يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأثاثية للوضع الدول اللي موجود فيه للمواطنين موجودين فيه اللي هو الاحتلال احتلال للشعب الفلسطيني قامع المواطنين العرب قانون القومية فزي ما قالت هذا هو اليسار الوحيد المعركة في الاحتجاج ليست بين يسار ويمين بين يمين ويمين وبرأوا طبعا فيه ثاريين يعني لا أنفي لكن المسيطر على هذا السؤال يعني أنتم في الجبهة والحزب الشيوعي والقوى الديمقراطية الحقوقية التي تطمح إلى شراكة عربية يهودية هل تلمسون بأن هناك لربما فهم ازدياد الشرائح التي تعي بأن وجود الاحتلال هو ما آل إلى ما آلت إليه البلاد يعني من انعدام للحريات والديمقراطية يعني أعتقد أن هاي الفهم هذا بتوسع ربما ببطء لكنه بتوسع ما حصل في الأمس الجريم البشعة اللي حصلت مبارح أعتقد أنه خلت ناس اللي حتى لو ربما لا يتفقون معنا على كل شيء إنما يرفضون أن تنفذ بأسمائهم جرائم حرب وهي جرائم حرب شكرا جزيلا لك يا ريم حزان سكرتيرة الحزب الشيوعي هنا في حيفا شكرا جزيلا لك إذن يعني مشاهدين ويعني عفاف كما تشاهدون هذه الصورة من هنا من حيفا من الهضار في مدينة حيفا العشرات من العرب واليهود من القوى الديمقراطية العربية اليهودية التي تتظاهر الآن في هذه الأثناء ضد الاحتلال وممارسات الاحتلال ويعني حماية قوات الاحتلال والحكومة الحالية لأوباش المستوطنين الذين ينفذون أبشع المجازر والمشاهد التي رأيناها بالأمس من حرق البيوت في ساعات الليل المتأخرة وأثناء تواجد النساء والأطفال داخل البيوت يعني بمظاهر ومشاهد بشعة للغاية صدرت للعالم بأسره وكان هناك إديانات كافة إلا من الحكومة وأعضاؤها ووزرائها الذين هم بأنفسهم مستوطنين إليك عفاف جزيل أشكر لك الزميل مجد نيال كنت معنا من هذه التظاهرة التي أقيمت في مدينة حيفا اليوم أيضا ونعود في هذه الأثناء إلى مدينة تل أبيب وفي النافذة المباشرة الأولى كنا قد شاهدنا هذه الاعتداءات في بث مباشر من قبل رجال الشرطة على المتظاهرين الزميلة رماح مفيد مساء الخير مجددا رماح كيف تبدو صورة الوضع في هذه الأثناء وهل اتضحت الصورة بما يخص الاعتقالات هل من اعتقالات في هذه التظاهرة عفاف كان هناك حالة اعتقال واحدة حتى الآن ولكن أريد أن يساعدني المصور محمد ننتقل إلى صورة توقيف مصور معروف هذا الشاب الذي تشاهدونه بهذه الصورة بأنه هذه حالة الاعتقال الثانية إذن عفاف هذا ما نقوله هذا الشاب المصور عرفناه تحديدا عرفته في كل التظاهرات في بالفور وهنا في بالفور وفي كابلا والآن هنا معروف بأجندته اليسارية كان هناك محاولة لمصادرة العلم الفلسطيني قائد هذه الكتيبة من الشرطة قام باختطاف العلم من متظاهرة بطريقة عنيفة جدا بدفع المتظاهرين بطريقة كان الهدف منها أن يؤذيه والآن ما تشاهدونه عفاف هي صورة المتظاهرين الذين يحتجون ويقولون أين كنتم أيها الشرطيون عندما كان في حواري عندما قام المستوطنون والإرهابيون المستوطنون بإحراق منازل أكثر من ثلاثين منزلا ومئات السيارات حالة قتل وهناك أيضا تعرض للمواطنين الذين تذكروا من مشاهدتهم إذن هذه هي الصورة ولكن عفاف لنفهم لماذا خرج كل هؤلاء الإسرائيليين اليحود تحديدا للتظاهرة ينضم إليه هنا عمري عمر عفوا عمر هو مواطن إسرائيلي يساري لا ينتمي إلى أي حراك ولكن هناك ما أخرجه لي التظاهر اليوم وهذا ما سوف تحدث معه عنه وسؤحه والأترجمة من العברية إلى العربية في إنتهاء إجابتي عمر عرف טוב تוכל להגיד لي لما يצאת العرف מהבית ما بואר لكا بمئת ולמה بات لكאן أنا رأيتي تتمول ما شكرا في خوارة ومول التلوיזיה התחשקתי لأكي אז אני ببوشا ומזועزה וכל من שפה בא קודם כל להגיד שאנחנו صונים את מה شكرا אתמול ושהמאפלות בעת דמוקרטיה לא יכולות להתעלם מהכיבוש ושזאת הבעיה המקרית של ישראל ובשך תודה רבה תודה רבה אז עفاف كل ما قاله بأنني شاهدت ما حدث بالأمس في خوارة شعرت بحالة بأنني يعني أكره ما يحدث لذا أنا تواجد هنا كل الأنظمة الديمقراطية ترفض الاحتلال وأنا جئت هنا للتظاهر والاحتجاج هذا ليس ترجمة دقيقة لكن في مجمل ما قاله عمر وهذا أيضا ما تحدث حدثني عنه أيضا معظم المتطاهرين هنا الذين سألتهم لماذا جئتم في مثل هذه الليلة خرجتم من بيوتكم ما الهدف الذي تريدون يصاله هذه إذن الرسالة أن هناك في إسرائيل وإن كانت بأعداد ضئيلة من يرفض الإرهاب المستوطنين هناك من يسمي العملية باسمها هذا إرهاب هذا ليس لم تكن هناك حاجة ضرورية لإحراق عفوا لإحراق 13 منزل وسكانها بها الجيش الإسرائيلي الدور المطلوب منه لم يكن إخراج المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم بل كان أن يلجم جشع المستوطنين وأن يلجم إرهابهم لا أن يأخذ الطعام منهم كما شهدنا في الكثير من الفيديوهات بأن الجيش كان بحالة نفاق مع المستوطنين كان يرافقهم ويصير خلفهم ليحميهم كان المستوطنون يقدمون التعامل الجيش إذن هذه الصورة هي ما يرفضها الإسرائيليون المتواجدين هنا وأيضا أنقل لكم صورة عدد شرطيين المتواجدين هنا الذي يعتبر عدد كبير جدا نسبة لتظاهر سلمية نحن تواجدنا منذ بدايتها وحتى الآن لم نرى أي متظاهر حاول دفع شرطي أو حاول القيام بأي عمل قد يعتبر أو يصنف بأنه عمل عنيف بأنه لم يأتي ضمن نطاق الاحتجاج السلمي الذي يحق للمواطنين في أي نظام ديمقراطي ولكن الديمقراطية في إسرائيل تمر بمرحلة صعبة كما ذكر الكثير من السياسيين وهذه هي الصور الضئيلة التي نشهد بها الأصوات التي طرف إرهاب المستوطنين وما يقوله أيضا الآن المتظاهرون عفاف أين هم المعتقلون في حوارة الذين قاموا بكل العمليات الإرهابية في حوارة هل اعتقلتم أحد وهنا في تظاهر سلمية في وسط مدينة تل أبيب العاصمة الاقتصادية لمدينة تل أبيب تقومون باعتقال متظاهرين سلميين أحدهما مصور لم يقم بأي شيء عدا أنه حاول منعكم من اعتقال ومصادرة العلم الفلسطيني الذي يبدو أن وجوده أيضا يستفزكم هذه هي إذن الصورة حتى الآن من المتوقعة فما يحدث هنا بأن الشرطة تحاول منح المتظاهرين بعض الوقت قبل أن تقوم في محاولة أخرى وكرى أخرى لطردهم من هنا وربما محاولة اعتقال ثالث لإخافة من لم يخاف بعد إذن اعتقال لمتظاهرين وفعليا هذه المشاهد التي نراها في هذه التظاهرة في بث مباشر جزيل شكر لك الزميلة رماح موفيتسا نتابع معكم كل التطورات الميدانية شكرا رماح في أعقاب اعتداءات وجرائم المستوطنين في حوارة والت ردود الفعل من أعضاء المعارضة تهاجم قطعان المستوطنين وتصفهم بالإرهابيين قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد في تغريدة له على تويتر تعقيبا على الهجوم الدموي الذي شنته ميليشيات فاشية الاستيطان على قرى في محيط نابلس أن الحكومة فقدت السيطرة على الإرهاب اليهودي واصفا للوضع بالفوضى العارمة وأضاف لبيد أنه يجب سجن عضو الكينيسيت سبيكا فوغل بتهمة التحريض على الإرهاب وذلك بعد أن غرد الأخير داعيا إلى حرق قرية حوارة وكان لبيد قد قال في تغريدة أخرى أن ميليشيات سموتريت شرعت في حرق حوارة بهدف نصف قمة نيتنياهو وقلانت في العقبة مشيرا إلى أن هذه الحكومة تشكل خطرا على أمن إسرائيل بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق بني جانس أنه لا توجد حكومة في إسرائيل بل هناك فوضى وآشار جانس في تغريدة له أن متهمين بالإرهاب ومحرضين يجلسون على طاولة الحكومة وفي الكبنت الأمنية برعاية نيتنياهو ويمسون بشكل خطير المصالح الأمنية العميقة لإسرائيل وذلك في إشارة إلى نواب عن حزب الصهيونية الدينية وفي سياق متصل قالت عضو الكنيسة رئيسة حزب العمل ميراف ميخايل عبر منصات التواصل الاجتماعي إن الإرهابيين الذين يتجولون الآن في حوارة يشعلون النار ويدمرون كل ما في طريقهم يمتصون شرعيتهم من كبار أعضاء هذه الحكومة فليس عبثا أن يتردد معظمهم في إدانة منظمي المذبحة وأضافت ميخايل أن هذا الورم الخبيث الذي يهدد البلاد يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن قبل أن يقود إسرائيل إلى الضمار حتى النخاع دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم دعت إلى مظاهرة قطرية تنظمها غدا الثلاثاء في الساعة السادسة مساء في مدينة سخنين تنديدا بإرهاب المستوطنين وعدوانهم على حوارة المزيد في تقرير الزميل مجد نيال هذه المشاهد التي ترونها ليست من ليلة البلور في ألمانيا بل في بلدة حوارة قضاء نابلس إثر هجوم قطعان من المستوطنين على الفلسطينيين العزل في بيوتهم مساء السبت انفلت خمسمائة مستوطن مسعور على بلدة حوارة أحرق المنازل والمركبات وكل ما طالت أيديهم الهمجية من ممتلكات تعود للفلسطينيين مخلفين خرابا ودمارا وقتيل وأكثر من مئة جريح كانت الأنباء واضحة ولديهم معلومات بأنهم يتوجهون نحو حوارة وأنهم ينظمون اعتداء منظم على أهل حوارة والجيش كان هناك ليرعاهم وليس ليردعهم هناك حاجة أن نقول بشكل واضح أن هذه الحكومة تسعى بشكل واضح لتمليك المستوطنين من كل قبضة الأمور داخل إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة نستنكر وبشدة العمل الإجرامي الذي قام بها المستوطنون في منطقة حوارة بالأمس وقاموا بالاعتداء على الناس وقتل الناس وأيضا قاموا بحرق بيوت الناس تحت حماية الجيش الإسرائيلي وتحت حماية حرس الحدود يعني هذه الدولة أصبح تتصرف كعصابة وليس كدولة موجة من ردود الفعل الغاضبة والمنددة من كافة أطياف وأحزاب المجتمع العربي أعقبت الاعتداءات الهمجية لعصابات المستوطنين الإرهابيين قلنا في السابق أن الفاشية الإسرائيلية هو الفاشية بشكل عام عندما تبدأ بقمع الأقلية داخل هذه المجتمعات وبما أن شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية يقع تحت الاحتلال فهو الحلقة الأضعف أمام هذه الفاشية الأخطر الآن هو التزاوج والتنسيق ما بين قطعان المستوطنين هو القوات الاحتلال وهذا تعاون خطير جدا على مستقبل المنطقة وأعلنت لجنة المتابع العليا للجماهير العربية عن سلسلة خطوات احتجاجية ردا على اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال التي تحظى بغطاء من الحكومة الإسرائيلية مشاهدنا أمس هو مشهد رهيب يذكر بإجراء من نازيين في أوروبا في الثلاثينات أن ترى أطفالا ونساء يهربون من بيوتهم المحترقة هذا مشهد لا تطيقه لا الأخلاق ولا الإنسانية ولا الأعراف السياسية نحن بصدد تنظيم مظاهرة غدا في مدينة ساخنين في الساعة السادسة مظاهرة وحدوية جماهرية كل مركبات المتابعة كانت اليوم في الاجتماع ولذلك المظاهرة ستكون تعبيرا عن وحدة لجنة المتابعة بمرقباتها لكن هي بالأساس تعبير عن وجدان شعبنا ستكون مسيرة حاشدة تعبير عن هذا التكافل والتعاضد والتضامن من أبناء الشعب الواحد بعضنا للبعض كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى نحن أبناء الشعب الفلسطيني ما يؤلم أبناء شعبنا في الضفة وفي غزة وفي كل أماكن تواجده طبعا يؤلمنا نحن في الداخل الفلسطيني وعلينا أن نستمر في التصدي لهذا الاحتلال إن كان بالوسائل المعهودة وإن كان أيضا عبر تدويل قضية أبناء شعبنا تدويل هذا الظلم يشعر المستوطنون في ظل حكومة بينكفير واسموتريتش بالراحة بتنفيذ مآربهم وإكمال عمليات التطهير العرقي التي بدأت عام 48 والاستلاء على كافة الأرض الفلسطينية من خلال بث الرعب والخوف لكن التصدي الأسطوري للشعب الفلسطيني كفيل بإفشال هذه المخططات وفضح جرائم الاحتلال وقلب السحري على الساحر إذن نواصل في ذات الملف وينضم إلي عبر الخط الهاتفية الأستاذ طلب الصانع عضو الكنيسة السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي مساء الخير أستاذ طلب اليوم كافة الصحف العبرية عنونت مقالاتها بفقدان السيطرة وعندما نتحدث عن إرهاب المستوطنين كيف تنظر لإنعكاساته على الداخل على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وعلى المستوى الميداني بشكل خاص يعني حقيقة اختصار واختزال ما حدث بأنه إرهاب مستوطنين هو وصف غير دقيق هذا عمليا إرهاب حكومة المستوطنين حكومة نتنياهو وليا حكومة الاستيطان والمستوطنين وإذا كنا نتحدث أن إسرائيل تجاوزت العنصرية وانتقلت إلى الفاشية فهي الآن تنتقل من الفاشية إلى النازية الجديدة أمر غير مسبوك معها أن يتم إعطاء لميليشيات مسلحة يد مطلقة الحرية للارتكاب أقصى الجرائم ضد مدانيين عزل والحديث عن فقدان سيطرة أي فقدان سيطرة كل ما حدثه بتخبيط وبسيطرة كاملة وبرعاية رأينا أن الوزراء بن كبير واسمتريش لن يستنكروا محدث إطلاقا بالعكس رئيس لجنة الأمن الداخل في الكنيزة أشهاد بما حدث إذن قضية ليست قضية مستوطين قضية مؤسسة حاكمة في إسرائيل ضالعة في الجريدة أستاذ طلب وقفات طوارئ وتظاهرات عربية يهودية تعم عدد من المدن والمناطق على امتداد البلاد وبالتالي تحذر من إشعال حكومة المستوطنين نار التصعيد كيف تنظر لهمية أيضا حشد الشارع في أعقاب هذا التصعيد بشكل خاص نتحدث أيضا أن يوم غد سيشهد مظاهرة قطرية في مدينة سخنين دعت إليها لجنة المتابعة هذا أمر في غاية الأهمية أن هذا الحكومة تفتقد إلى الشرعية ليس فقط شرعية على خلفية الإجراءات القانونية وسام كوانين التي تؤدي إلى شط بفصل السلطات والتغول للسلطة التنفيذية بشكل مطلق على سلطات التشريعية والقضائية وإنما أيضا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المناطق الفلسطينية هذا الأمر لا يجب أن لا يحتفظ يتم اختصاره فقط في مظاهرة وهي مع كل أهمية التظاهر والمظاهرة كردثان وإنما يجب أن يتحول إلى ملاحقة قضائية سواء ضد الوزراء المسؤولين ضد الحكومة وضد المستوطنين يجب أن تكون ملاحقة على مستوى محكمة الجنيات الدولية يجب أن يكون هناك وأذرك أن هناك سيكون بحث في مجلس الأمن ولكن يجب أن يكون هناك موقف سواء على مستوى المؤسسات الدولية بدون أن يكون هناك حراق دولي وهناك تفعيل المؤسسات الدولية ضد هذه الجرائم ضد الإنسانية فأن هذا الحكومة بتركيبتها التي تتجاهل ردود الفعل الشعبية ستستمر وتتمادى وبالتالي مطلوب موقف رسمي فلسطيني عربي دولي على خلفية الجريمة هذه بداية وإذا رأوا أنه بين كانوا من يوفر ذلك هذا يتكرر ذلك في مدن فلسطينية كان نرى ذلك في أريحة ولا حتى في نابس أو في الخليل ولكن الآن يجب أن يكون موقف واضح دولي إذا هذا الجريمة نقرأ وبموازات هذه الضرورة ربما لهذا الموقف الدولي الذي تتفضل بالحديث عنه أستاذ طلب مجدداً يعني جرم المستوطنين أعمال التخريب إحراق البيوت والاعتداءات تتصاعد والفرق هذه المرة أنهم يمسكون بقبدة الحكم هم أعضاء في هذه الحكومة المتطرفة الحالية إذن من سيسيطر عليهم هنا في الداخل ومن سيحمي الفلسطينيين من كل تصعيد إضافي وجرائم إضافية يمكن أن تنتهي بما لا يحمد عقباه نقطة الكريمة قضية الشأن الداخلي انتهى الدول مجلس الأمن وهيئة الأمم والشرعية الدولية تدخلت في ليبيا بسبب تحت ذريعة حماية المدنيين تدخلت في سوريا تحت ذريعة حماية المدنيين الآن المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاتلال يواجهون عمليات قتل وحراق بيوت وحراق منازل إذن أين المسؤولية وأين دور المساة الدولية الآن يجب ترحب القضية وبقوة نحن أمام ليس قضية مستوطنين فقط وكانهم مدنيين من أرسل هؤلاء المستوطنين ومن قام هذا المستوطنات للحكومة نحن أمام ميليشيات وإذا رأيتي كان هناك مسلحين وأيضا كانوا بوجوه بشكل واضح يعني بالإن كانت تسمية الكثير ممن شاركوا وهم يمثلون ويتبعون مناصر في مجلس الإسطان الإسرائيلي وعلى هذا الأساس يجب تفعيل المسؤولية الدولية في هذا الجانب التفعيل الجانب العربي التفعيل الجانب الإسلامي الحراك الدولي مهم في هذه القضية إلى جانب الحراك الشعبي الذي يجب أن نؤكد أنه عامل قام لطرح القضية والسمراريات مع ولتفعيل رد الفعل العربي والدولي أستاذ طلب عضو الكنيسة المتطرف اليوم تسفيكا فوقيل قال أنه يريد أن يرى القرى الفلسطينية تشتعل بالنيران رئيس المعارضة لبيد رد وقال يجب أن يسجن بتهمة التحريد على الإرهاب طبعا نحن نعلم أن ذلك لن يحدث ولكن عندما تخرج هذه الأصوات المحردة التي تنادي بأحراق البيوت والقرى الفلسطينية وإستباحة الدم الفلسطيني من يردعها اليوم في ظل تركيبة الحكومة الحالية وكيف ستؤثر على الشارع هنا في الداخل الفلسطيني الحكومة تستمد شريتها من الصمت الأغلبية والحراق الشعبي وردود الكال الشعبية تؤكد أن لا شرعية لما حدث تصريحات فوقيل أو ممارسات بن جفير وسموترش هي غير مفاجئة إذا رأينا إلى البرنانج الذي طرحه سموترش قبل عامين يقول لما كان الفلسطيني إما تهجير وإما قتل وإما استسلام لدي خطة كاملة متكاملة بن جفير يريد إقامة البيت يريد إقامة الهيكل الأنقاض الأخصى لديهم برنامج وهم أيديولوجيين يعني يجب أن يكون واضح لأين تسير الأمور وكل من يحاول ضررنات بالعيون بأن هؤلاء عندما يتبوأوا منصب سيتحولون إلى المسؤولين هم يستخدموا المنصب لتحقيق الأيديولوجيا الفاشية التي يؤمنون بها أستاذ طلب يعني بدأت أيضا تعلو الأصوات القلقة صدقا من خطورة هذا المشهد الذي تبعناه من حوارة مساء أمس وهناك من يقول يعني من يعتقد أن اعتداءات المستوطنين ستقتصر على القرى الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية في الدفاة الغربية يمكن أن يستنسخ هذا المشهد مجددا للبلدات المختلطة وأيضا للقرى والبلدات العربية هنا في الداخل هل يعني هذه الخشية في مكانها في هذا التوقيت بكل تأكيد يعني كانت هناك مقدمات لما حدث كانت الميليشيات المسلحة في دير السبع وفي الليد الآن من طالب كانت الميليشيات بنفير هو وزير الأمن الداخلي ولديه حرص الحدود وهو سيكون بتجديد الألاف أنا متأكد بأن كل هذه الألاف المؤلفة التي سيكون بتجديدها في عقب زياد الميزانية المخصصة لبينكبير أكثر من 8 مليار سيكون باستخدام وانخراط هؤلاء المستشيين من حزب بنكبير وآخرين داخل الشرطة وسيكون المسوطنين بزي شرطي وينفذوا هذه العقلية العدائية والميليشيات المسلحة تحت ضراء بأنهم يمثلون القانون وبالزياء الشرطي على هذا الأساس هذه الممارسات بالتأكيد لا تعرف الخط الأخضر منذ هبة الكرامة رأينا ذلك وأيضا هذه الممارسات التي نراها في الداخل الفلسطيني تتؤكد أن هذه الحكومة تشطب ما يسمى الخط الأخضر هذه الممارسات كتتحدث في كل مكان وبالتالي أنا أرى بأن ردة الفعل على جريمة حوار هي رسالة واضحة لهذا الحكومة ويجب أن يكون ردة الفعل على مستوى الحدث وعلى مستوى التحدي سواء في الداخل الفلسطيني في المظاهرة يوم غد وسواء في الداخل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مناطق السلطة الفلسطينية يجب أن يكون ركع الشعبي واضح وقوي ومجلجل على هذه الجريمة المكررة يعني في النافذة المباشرة من مدينة تل أبيب أستاذ طلب كنا قد سمعنا المتظاهرين يصرخون في وجه رجال الشرطة ويسألونهم أين كنتم يوم أمس من أفعال وجرائم واعتداءات المستوطنين في حوار وللمقارنة أيضا يعني يوم أمس تم اعتقال ستة مستوطنين فقط وتم إطلاق سراحهم والآن نشاهد أيضا يعني اعتداءات على المتظاهرين في تل أبيب اعتقالات أيضا وقمع هذه المظاهرة كيف تنظر لهذا التعامل من قبل جهاز الشرطة المحكوم اليوم بيد وزير الأمن الداخلي إيتامار بنكفير يعني أشار الألماني نيملير قال عندما جاءوا لاعتقال الشعين لم أحتاج لأنه لست شوي وعندما جاءوا الاتقال اليهود لم أحتاج لأنه لست يهودي وعندما جاءوا الاتقال المشتراكيين لم أحتاج لأنه لست اشتراكيا وعندما جاءوا الاحتجاجي لم يكن هناك من يحتاج القضية أن العداء والمراسات القرنية ضد العرب تتنتقل بالتأكيد في اليسار الإسرائي وتنتقل بكل من يعارض هذا التوجه الفاشي هذا يذكرنا أختي الكريمة بكيف بصعود الحركات الفاشية في العصر المظلم في أوروبا سواء في إيطاليا أو في ألمانيا هكذا كان وهذا الحركات أيضا وطلت الحكم بانتخامات ديمقراطية ثم ألغت الديمقراطية والقوانين التي اتركتها كانت قوانين غير دستورية وبالرغم أنها قد حادث على الأغلبية حقيقة ما يحدث في إسرائيق هو نذير لما حدث في تلك الدول الفاشية وبجملة أخيرة أستاذ طلب ما المطلوب ميدانيا اليوم من الفلسطيني أينما تواجد من الداخل الفلسطيني على وجه الخصوص نشدد أيضا على هذه المظاهرة القطرية وأهمية ربما أن يعلو صوت الجماهير العربية بهذه المظاهرة السلمية يوم غد يجب أن يتواجد الجميع في مدينة السخنين ليس فقط لدعم أهلنا في حوار وإنما للتأكيد على حقنا في الوجود والبقاء في العيش بقرامة في كل أماكن تواجدنا ولغد على هذه الممارسات القمعية الإرهابية بأنها لا تردعنا وننتخفنا وأن هذا الشعب لا يركع لمثل هؤلاء الفاشيين وعصاباتهم من المجرمين التقاعص الآن هو انتصار لهذا التوجه والحراك يجب أن يستمر ليس مظاهرة واحدة إنما الانخراط في كل المظاهرات الأسبوعية لإسقاط هذه الحكومة الفاشية هذا الآن يتطلب عمل مشترك يهودي عربي وعمل مشترك لكل من هو معادل الفاشية ولهذه الحكومة الإجرامية بقاها وخطر على الجميع جزيلة شكر لك على هذه المداخلة عضو الكنيسة السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي الأستاذ طلب الصانع شكرا جزيلا إذن من بين المظاهرات العديدة التي أقيمت اليوم أقيمت أيضا وقفة احتجاجية في ساحة العين في مدينة الناصرة ردا على جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة شارك عشرات الناشطين في وقفة احتجاجية بساحة العين في مدينة الناصرة استنكارا لإرهاب المستوطنين الإسرائيليين في بلدة حوارة وتضامنا ومؤازرة لأبناء شعبنا في الضفة الغربية وبشكل خاص في بلدة حوارة والجوار وجاءت التظاهر بدعوة من جبهة الناصرة والحزب الشيوعي والشبيبة الشيوعية تنديدا بالعدوان على بلدة حوارة كل يوم هناك سقوط شهداء إن كان في جنين ومخيم جنين وشعفات علينا نقف يد واحدة ضد الهجمات الشرسة للمستوطنين كما هناك مظاهرات أنا أناشد المجتمع الإسرائيلي هناك مظاهرات داخل تل أفيف عليهم الخروج اليوم داخل شوارع المدن المقتضة في المدن أيضا المختلطة في تل أفيف ونتانيا وكفار سابا وأيضا في جميع المدن القرى العربية لوقف عدوان المستوطنين داخل حوارة ونابلس وقرى نابلس وحمل المشاركون في التظاهرة شعارات منددة بإرهاب المستوطنين في حوارة وحرق المنازل والمنشآت والممتلكات وللحديث أكثر عن التظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا في ختام الجلسة الطارئة التي عقدتها اليوم ينضم إلي الأستاذ ماجد أبو يونس وهو عضو اللجنة الشعبية في مدينة سخنين مساء الخير أستاذ ماجد أبدأ معك بالتجهيزات التحضيرات لهذه المظاهرة التي ستقام مساء يوم غد في مدينة سخنين مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين الحقيقة منذ ساعات الصباح نعكف على التحضير لمظاهرة كطرية تحتضنها مدينة سخنين سخنين يوم الأرض نفاعا ووقوفا إلى جانب شعبنا الذي يعاني الأمرين من سياسة الاحتلال سياسة الإرهاب الذي يقوم به المستوطنون الفاشيون مما حدث بالأمس من أعمال إجرامية بحقهم في قرية حوارة حيث تم إحراق عشرات المنازل وأكثر من 35 منزل أحرق بشكل كام و40 منزل أحرق بشكل جزئي وأكثر من 100 سيارة هذا الذي يتسبب بترك عائلات بكاملها 100 العائلات بدون مأوى بدون بيوت مثل هذا الجو القارس هذا الطقس البارد نرى أن هذه الأعمال هي أعمال فاشية لا يمكن وصفها أقل من عمل فاشي الذي تقوم به قطعان المستوطنين بدعم من حكومة الأبرتهايذ الإسرائيلي هذه الأعمال تقوم برعاية هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والتي لم تكن هذه المرة الأولى فعلى مدار الساعة يقومون بالاعتداء على أهلنا هناك من اقتلاع الجار حرق محاصيل اعتداءات على مواطنين آمنين في مثل هذه الأعمال اضطرتنا إلى عقد جلسة طارئة لأن الأمور لا تحتمل الركون جانبا بما أن الدم الذي يصفك هو دمنا والشعب الذي يتم الاعتداء عليه هو شعبنا فنحن ليس لسنا بمحايدين في مثل هذه المعركة أنهم مطلوب منا من موقعنا الوقوف ومساندة أهلنا هناك ودعمهم بما لدينا من إنكانيات فلهذا السبب تم اتخاذ القرار بدعوة مظاهرة إلى مظاهرة قطرية في مدينة ساخنين التي قامت بها لجنة المتابعة بالتفاهم والتعاون مع بلدية ساخنين واللجنة الشعبية ودوركم كلجنة شعبية بطبيعة الحال هو دور مركزي وهام أيضا طبعا بالإضافة إلى جهود لجنة المتابعة بكافة مركباتها أستاذ ماجد كيف تعملون خلال هذه الساعات أيضا على حشد المتظاهرين على التواصل مع رؤساء السلطات المحلية أيضا لحضور أكبر عدد ممكن لهذه التظاهر القطرية قمنا اليوم منذ ساعة الصباح بتحضير الشعارات مع توزيع أو نشر دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقدنا اجتماع لللجنة الشعبية واتخذنا فيها مجموعة من القرارات كيف أي ساعة تكون المظاهرة من أين تنطلق ما هو مصارها أين تنتهي الكلمات التي ستلقى في نهاية المظاهرة حيث تقرر أن تنطلق المظاهرة من شارع الشهداء في سخنين لتجوب شوارع المدينة الساعة السادسة من مساء الغد ولتعود إلى ساحة البلدية بلدية سخنين وهناك تنتهي بكلمتين كلمة رئيس لجنة المتابعة العليا الجميل العربية السيد محمد بركي وكلمة رئيس بلدية سخنين السيد صفوة أبورية وعرافة عضو اللجنة الشعبية محمود شاهيل هذا الشيء سبق طبعا خلال ساعات المساء انطلقنا إلى المساجد ودعونا من خلال المكبرات في الصوت أهلنا في سخنين التجند للمشاركة في المظاهرة الجبارة التي ستنطلق في شوارع سخنين في كل مساجد البلد وغدا في ساعات النهار بعد الثالثة ستنطلق سيارة بمكبرات صوت توجه شوارع المدينة وتدعو الأهالي للانخراج للمظاهرة التي تحمل هم شعبنا وتطلق سرختها المدوئة وهل هذه الدعوات أيضا تنطلق في باقي البلدات أو المدن العربية أستاذ ماجد خلي أكون صادق معك هذا ما فعلناه بسخنين باقي القرى لديهم مؤسساتهم لديهم أعزابهم لديهم لجانهم الشعبية وهم سمفروض يقوموا بما هو مطلوب من أجل تجنيد جماهيرهم نحن على يقين أنه ما نقوم به في سخنين نطلب من الآخرين أن يقوموا بنفس الجهد وبنفس الفعل من أجل تجنيد أهلنا في كل مكان وطبعا لدينا مواقع التواصل الاجتماعي لكل واحد عنده المئات أو الألاف من الأصدقاء الذي نتوجه إليهم طالبين من خلال دعوة صريحة وواضحة المشاركة في مظاهرة يوم أمس والتي نأمل كما عودانا شعبنا أن في هذه اللحظات يكون مجندا متواجدا حاضرا داعما بكل قوة لقضيتنا العادلة قضية شعبنا هي قضية عادلة نحن دائما كنا دعاة سلام ولكن يدنا المندودة للسلام يرفضها المحتل يرفضها الفاشيون ويقومون بتبرير اعتداءاتهم المتكررة علينا يتوقعون أن شعبنا يجب أكون خانعا عندما يقوم أي شاب برد فعل يتهمون شعبا كاملا بالإرهاب نحن لسنا إرهابيين نحن دعاة سلام ونطالب من حكومة إسرائيل ومن كل العالم الذي يقف متفرجا على هذا الشعب المحتل الأعزل أن يكون لديه موقف موقف إنساني موقف مسؤول تجاه هذه القضية العادلة أستاذ ماجد أخيرا بناء على كل ما تفضلت به رسالتكم وناشدتكم أيضا ودعوتكم لجماهير شعبنا هنا في الداخل المشاركة بهذه التظاهرة القطرية السلمية التي دعت إليها لجنة المتابعة تفضل نحن من هنا من مدينة السخنين سخنين العزة سخنين الكرامة سخنين يوم الأرض ندعو كل أهلنا وكل شعبنا وكل شرفاء من الشعب اليهودي أن يأتوا إلى سخنين وينخرطوا في هذه المظاهرة لأنه قضية تحقيق المسواة وتحقيق السلام لا يمكن فقط بالعرب إنما بكل الناس الصادقين الواعين من المجتمع اليهودي نحن نعلم أن هناك أصحاب ضمائر من اليهود الذين يتظاهرون يومياً في مشارف يطة في الشيخ جراح في حتى في تل أبيب وفي حيفا وفي كل محل نناشدهم أن مكانهم غداً في مظاهرة السخنين التي يجب أن تجمع كل الشرفاء من كل الشعبين ضد حكومة الإضطهاد حكومة الاحتلال ونقول الاحتلال هو الإرهاب وضد إرهاب المستوطنين أيضاً بطبيعة الحال جزيل أشكر لك الأستاذ ماجد أبو يونس عدو لجنة الشعبية في مدينة سخنين على هذه المداخلة وللتنويه أيضاً بدورنا بفضائية مسواسة نقوم بنقل ببث مباشر أيضاً لهذه التظاهرة القطرية السلمية التي دعت إليها لجنة المتابعة يوم غد من مدينة سخنين عند الساعة السادسة مساء الآن ينضم إلي الحقوقي أمل عرابي أيضاً للتعقيب على هذا الوضع وربما آخر التطورات الميدانية مساء الخير أمل الكثير من التظاهرات مجموعة من التظاهرات على امتداد البلاد انطلقت هذا اليوم تنديداً بإرهاب المستوطنين مشاهد قاسية تبعناها يوم أمس من حوارة كيف تنظر لهذه التطورات الميدانية في ظل أيضاً يعني هذه الأصوات التي تخرج من الاتلاف الحكومي التي تدعم إرهاب واعتداءات المستوطنين مساء الخير إليك جميع المشاهدين سمحيلي بالبداية أعلق على المشاهد التي شهدناها من أمس خصوصاً أن هنا من يحاول أن يسوق لنا رواية مفادها أن ما حدث في الأمس من إرهاب مستوطنين في حوارة هو نابع من غضب لحظي من المستوطنين الذي تفجر وتحول فيما بعد إلى أعمال شغب وإرهاب وهناك من يحاول أن يسوق رواية أخرى أن الحديث يدور عن فشل المؤسسات الأمنية في جيش الاحتلال في أن تحافظ على الأمن والأمان في داخل البلدات الفلسطينية فلتا التحليلان مرفوضان ويجب علينا أن لا نقع في هذا الأمر أن ما حدث بالأمس هو جزء من مشروع كامل متكامل يقف على رأسه رؤساء المستوطنات ومدعوم من الحكومة أن هذه أعمال الشغب الإرهابية تحدث خلال السنة وبشكل يومي من كبل قطعان المستوطنين وهي تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي واضح وهو إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي الزراعية وعن الأراضي التي تريد المستوطنات أن تتوسع عليها فإن هذه الأعمال يقف من وراءها استراتيجية واضحة وهي منظمة وما شهدناه بالأمس بعيد كل البعد أن يكون عملية غضب وخرج بها المستوطنين من الرسائل التي تصلنا من أخواننا في أهلنا في حوارة كان هناك عملية ممنهجة كان هناك معدات واستعدادات إلى هذا الهجوم البربري وهذا يوضح لنا أن هناك استراتيجية واضحة يقف خلفها رؤساء المستوطنات وهي مدعومة من قبل الحكومة للتنويه فقط في البارحة وزير الأمن وزير الأمن الداخلي لم يعلق بالمرة على ما حدث على ما حدث وهو معروف في دعم الإرهاب وزيرة الداخلية عبر التويتر يعلق بلايك على من يريدون أن يمحو في حوارة ونا هنا يدور الحديث عن وزيرين من الوزراء الكبار في الدولة فماذا نتحدث عن باقي أعضاء الكنيسة الذين رأوا فيما حصل سبب للفرح وسبب للابتهاج بحسب ما قالوا وأريد فقط أن أنوه على قليل من المعطيات حول عنف وإرهاب المستوطنين 98% من الملفات التي فتحت ضد مستوطنين بسبب عمليات إرهابية ضد فلسطينيين تم إغلاقها من قبل الشرطة 43% من عمليات الإرهابية التي قام بها المستوطنين ضد أراضي فلسطينية من قطع أجار من عوث خراب في أراضي زراعية جميعها أغلقت فهنا نتحدث عن استراتيجية من قبل المستوطنين وعن جيش الاحتلال الذي يقوم في الدفاع عن هؤلاء المستوطنين كان من خلال إغلاق الملفات ضدهم أو من خلال التسطر على الإرهاب الذي يقوم ودعنا لا ننسى أمل ربما هذه المعطيات الخطيرة التي تذكرها متعلقة بالسنوات الماضية اليوم يعني ربما الخطورة تزداد لأن هؤلاء المستوطنين هم من يعني يجلسون في الكنيسة هم أعضاء هذا لإتلاف الحكومي ما الذي يعني من الممكن أن يحدث أيضا ميدانيا يعني البلاد على صفيح ساخن من كل الاتجاهات هذا الشيء هذه المعطيات هي تمثل من 2005 حتى سنة 22 في هذه السنة عندما دخلت حكومة المستوطنين والحكومة الداعمية الإرهاب إلى الحكم نرى أن في البارحة الإرهابيين الذين خرجوا على البلدات العربية خرجوا بأوجه مكشوفة وصوروا أنفسهم على شبكات التواصل الاجتماعي ولكن حتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص اعتقل ست أشخاص وشميعهم ذهبوا إلى البيت فهنا نرى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة إلى قطعان المستوطنين لا يختفي بإغلاق الملفات إنما يتقدم إلى دعم فعلي لهذه الأعمال الآن بما يمكن أن تقول إليه الأحداث نحن نرى أن العمليات الارهابية لن تتوقف ولم تتوقف فهذا يطالب مننا بحالة عالية من الجهوزية سواء في الأراضي المحتلة في عام 67 وسواء في الداخل فماذا عفاف أريد أستاذتي أريد أن أطرح عليك تساؤل الدعم الحكومة الذي يطلقاه قطعان المستوطنين ممكن أن يكون رسالة إلى الإرهابيين في داخل البلدات اليهودية في الداخل أن تبدأ في تشكيل ميليشيات وأن تبدأ في الأعمال الإرهابية ضد البلدات العربية ماذا يضمن لنا أن لا يقوم الآن ميليشيا في بلدة زي العفولة أو في بلدات مثل بلدات يهودية أخرى أن تقوم ميليشيا وأن تبدأ في أن تهاجم المتواطنين العرب في ظل الدعم الحكومي هذا الخطر قائم ولذلك يجب أن تكون جهوزية ولجالب يجب الخروش إلى الشوارع من أجل التنديد في السياسات الحكومية وفي إرهاب المستوطنين حتى الآن قلنا أن يجب أن لا نخرج إلى المظاهرات ضد الحكومة لأنها هي شأن يهود داخلي ولكن الأحداث التي حصلت الأمس في حوارة وما يتبعها من دعم من رؤساء هذه الحكومة لما حدث يعني الآن يصبح واجب أخلاقي ووطني الخروج إلى الشارع ضد هذه الحكومة الفاشية وضد سياساتها وضد إرهاب المستوطنين وتشكيل الميليشيات الذي تحدثت عنه أمل هو ليس بالمشهد الجديد دعنا لا ننسى ما حدث خلال أحداث هبة الكرامة وبناء عليه أريد أن أسألت بما أن حالة التعبئة أيضا والتحريد تستمر عبر كافة المنصات الاجتماعية وتخرج أيضا من أفواه يعني الإتلاف الحكومي والمتطرفين داخل هذه الحكومة على من يجب أن يعول اليوم الفلسطيني في الداخل في كل أماكن تواجده أيضا وأريد أن أسمع منك بما يتعلق بأهمية المشاركة أيضا بالتظاهر يوم غاد بداية في هذه الظروف القاتمة على المستويات عدة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي أيضا صعب وما يتعلق بمكانة القضية الفلسطينية في المنطقة وفي الساحات الدولية نحن في لحظة حرجة وعلينا بداية أن اعتماد على نفسنا كفلسطينيين وعلينا الخروج للدفاع عن أهلنا في الضفة لأنهم ليسوا أيتام وعلينا أن نخرج كواجب أخلاقي وأن نخرج كواجب وطني من أجل مناهضة هذه السياسات ولكن الأولوية دائما إلى تشكيل الحراكات الشعبية السلمية ولا إعادة التنظيم في داخل البلدات العربية من خلال النقابات ومن خلال الجمعيات ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال القيادات المحلية التي يجب أن تأخذ مسؤولية في هذه اللحظة التاريخية إضافة إلى دور الأحزاب وإلى دور لجنة المتابعة المبارك ولكن بداية علينا تنظيم الصفوف بشكل داخلي من أجل الاستعداد إلى مرحلة ممكن أن تكون أخطر وممكن أن تكون لها مآلات وإنعكسات خطيرة على المواطنين العرب وأريد أن تكون مظاهرة بآلاف الأشخاص غدا في حوارة وليس فقط في سخنين أن نخرج بالآلاف لقل نقول أن شعبنا الفلسطيني ليس يتيم وأن نتواجد في الشارع لنقول للمستوطنين أنكم لن تستفردوا بنا ولكن الخروج إلى الشارع في مداخل البلدات والانضمام إلى المظاهرات المركزية هو من شأنه أن يعني يرفع صوتنا أمام النهج الفاشي الذي تقوم به الحكومة وهي في سكرة القوة فهي لا تملي أي اعتبار لا للتنديدات الدولية ولا للتنديدات من قبل الأحزاب والفصائل الفلسطينية إذن حان الوقت للخروج إلى الشارع واستغلال قوتنا الجمعية من أجل التنديد بهذه السياسة أمل دائما الأحداث الميدانية هي من يعني أو ما يرسم ربما وجهة المرحلة القادمة طبعا ذلك بموازات أو بالإضافة للقيادة وحشد القيادة أيضا إن كان لجنة المتابعة أو الأحزاب الفاعلة واللجان الشعبية كيف تنظر للمستقبل القريب ودعنا لا ننسى اليوم أيضا وزير الأمن قالت يعني تحدث عن تصعيد وتوقعات أيضا بتصعيد محتمل ما هو المشهد المتوقع برأيك يعني أنا أحاول أن أقوم متفاق كموقف سياسي أن التفاؤل في هذا الوضع الذي موجود فيه التفاؤل هو موقف سياسي أن يقوي عزيمة إخوتنا في الضفة وأن يقوي عزيمة شبابنا في الداخل التي ستخرج وأنا وافق أنها ستخرج وأنا أعول على وعي شعبنا لإحداثيات المرحلة وأنه لن يجلس في البيت أمام التلفاز يسب الإعلام الإسرائيلي الذي يشكل الآن بوق تحريض ولكن من خلال النظر إلى ما يحدث على الساحة الإقليمية وعلى الساحة السياسية العالمية من الواضح أن الإدارة الأمريكية بالشراكة مع مصر والأردن معنية في تهدئة خصوصا قبل شهر رمضان ولكن علينا أن نتذكر أن القضية هي ليست قضية شهر رمضان شهر رمضان هو شهر الإحسان وشهر التسامح وإسرائيل تحاول أن تصوق أن شهر رمضان هو شهر دموي وأن المسلمين يخرجون إلى قتل اليهود ولكن هذا كذب وتلفيق هم يريدون أن يستروا على إجرامهم وعلى عملهم من أجل يعني من أجل منع أي إمكانية للحل السلمي فنحن نرى أن الحكومة تستمر وتمعا في طبيعيض المستوطنات نحن نرى أيضا أن ما يحدث الآن على الساحة القضائية من تغيير الساحة القضائية في إسرائيل وتقليل صلاحيات محكمة العدل العليا يهدف بشكل مباشر من أجل إحداث تغييرات كبيرة في الأراضي المحتلة من خلال مصادرة الأراضي الخاصة وتبييد المستوطنات نحن نرى أيضا أن الحكومة تتحرك بشكل عشوائي في الساحة الأمنية فهناك عدم توافق ما بين الأطراف وهذه الحكومة فيها هناك فيها أحزاب فاشية معنية في التصعيد فمقابل يعني الجهات المعنية في التهدئة هناك من هو معني بالتصعيد في هذه الحالة علينا يعني أن نعول على أنفسنا أن نعيد ترتيب الصفوف أن ننقوي عزيمتنا وأن نكون متفائلين لأن التفاؤل هو موقف سياسي في هذا لأننا نتحدث عن هذه الحكومة المتطرفة حكومة أقصى اليمين أيضا التي يجلس بها مستوطنين أمل أريد أن أسأل يعني لا يمكن بطبيعة الحال التعويل على الحكومة والمواقف والتصريحات التي تصدر منها ماذا عن المعارضة التي يعني تحاول أن تجاب هذا التطرف اليوم أيضا سمعنا توصيف لافت يعني أكثر من عضو كناسة من المعارضة وزراء سابقين وصفوا المشهد بالإرهاب اليهودي قل ما تستخدم هذه التوصيفات أو التصريحات من قبل يعني أعضاء كناسة إسرائيليين ماذا عن المعارضة ماذا عن الأحزاب العربية الفاعلة الحراك الشعبي هل بإمكانوا أن يعني يهدأ من خطورة هذه المرحلة التي تنعكس على الميدان بشكل كبير الآن بما يتعلق بالمعارضة أنا سمعت أيضا عدة تصريحات من رؤساء ومزراء سابقين يستعملون مصطلح الإرهاب اليهودي على الرغم على أن مدار 48 ساعة الماضية الصحافة الإسرائيلية لم تستعمل هذا المصطلح وحاولت تسويق رواية مفادها أن هناك نزاع وأحتاف عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين ولم يكن هناك هجوم يعني عنيف إرهابي من قبل المستوطنين وإن هذه الإدانات تأتي بداية من أجل إحراج الحكومة وثانيا لأن المشهد الذي حصل في البارحة هو مشهد مخيف أيضا لليهود أيضا لليهود ليس فقط اليساري أيضا اليهود الذي هو في المركز لأنه هو يرى أن المستوطنون يعثون خرابا بالبلاد يجرون البلاد يجرون الدولة إلى عملية عسكرية واسعة ممكن أن يروح بها ضحايا من الطرف الإسرائيلي وفي النهاية من يخرج إلى الجيش ومن يتجند إلى الجيش هم اليهود في الطبقات الوسطى وهم الذين سيتلقون الضربة جراء عنف المستوطنين فهم يدينون هذا الإرهاب لمصلحتهم الشخصية وليس بسبب الفلسطيني إضافة إلى ذلك حتى الآن المظاهرات الكبيرة التي خرجت في تل أبيب من أجل الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية لم تذكر في خطابها الرسمي قضية الاحتلال كأن إسرائيل هي يعني جزيرة ديمقراطية منقطعة عن الاحتلال ومنقطعة عن المنطقة وحتى قاموا في رفض أي عربي يعني يريد أن ينضم إلى هذه المظاهرة ويريد أن يندد في الاحتلال ولكن بشيء قابل خرجت بضع المظاهرات من اليهود الديمقراطيين الذين فعلا ينددون في عنف المستوطنات وهذا العمل وهذا التظاهرات هي تظاهرات يعني خلال كل السنة ولكن ذلك ليس علينا التعويل على المعارضة التي هي معارضة ضعيفة غير متجانسة ليس لديها استراتيجية واضحة كل ما تحاول عمله هو أن تحرج الحكومة وهذا يشدد مرة أخرى العمل تحت مظلة لجنة المتابعة وتحت مظلة الأحزاب والتنظيم الداخلي والحراكات الشعبية من أجل أن لا نترك أهلنا في الضفة أيتام وأن نكون على جهوزية عالية لما ممكن أن يحدث في الداخل خصوصا في ظلم ضاعم الحكومة لهذا العمل جزيل الشكر لك الحقوق والناشط السياسي أمل العرابي شكرا جزيلا على هذه المداخلة ننوه مجددا يوم غد سنقوم بفضائية مسواة بتغطية التظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية من مدينة سخنين عند الساعة السادسة مساء بهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم وهذه تحياتي لكم أينما كنتم دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة